ستعرض سوية عنوين من الصحافة التركية البداية من صحيفة تركيا وفي صفحتها الرئيسية خبر عن إعلان المدير العام لشركة توساش التركية تمال كوتيل عن الطائرة المقاتلة التي سيكتمل تصنيعها في مارس العام المقبل على أن تقوم بأول طلعة لها في عام 2024 وإلى صحيفة تقفيم التي تناولت خبرا عن حصول الخطوط الجوية التركية على لقب أفضل شركة طيران في أوروبا في هذا العام من موقع الطيران The Design Air نظرا إلى النقاط للتصال الخاصة بالركاب في مطار إسطنبول والخدمات المقدمة على متن الأسطول الجوي للشركة وإلى صحيفة ييني بيرليك ونقرأ خبرا عن إعلان هيئة الإذاعة البريطانية BBC عن قائمتها لأكثر مئة امرأة إلهاما وتأثيرا في العالم عام 2022 وكانت في القائمة ديليك كورسوي أول جراحة تركية أجرت عملية قلب صنعي في أوروبا الختام من صحيفة أكشام التي كتبت عن افتتاح أمينة أردغان عقيلة الرئيس رجل طيب أردغان مركز تدريب ومحاكاة لصفر نفايات في العاصمة أمقرة وهو مخصص لتدريب الأطفال وزرع الوعي لديهم حول قضايا البيئة على مواقع التواصل والمنصات والتفاعل مع بلاد النور والحريات وحقوق الإنسان والعمال إلى البلاد التي لم تدخر جهدا إلا وأخذته بقوة حتى تنتقد قطر على تعاملها المهمل مع العمالة الوافدة وتحديدا في كأس العالم على الأقل من وجهة النظر الفرنسي عما أتحدث عن فرنسا لكن رأيي هذا غير مهم فلدى صحيفة ليبراسيون الفرنسية رواية تقول وتورد حقيقة أوضاع عمال من المهاجرين غير النظاميين تستخدمهم شركات بناء فرنسية للعمل في مشاريع مخصصة لدورة ألعاب الأولمبياد في باريس 2024 في ظروف وصفها شهود منهم بالقاسية حمل أوزان ثقيلة بدون ملابس عمل ولا أحذية أمان ولا أجر للتنقل ولا طبابة باكستانيون للكهرباء وأفغان للبناء وعرب للسباكة هذا كله في باريس وي ميسيو وليس في الدوحة أولا من المصدر من صحيفة ليبراسيون الفرنسية التي تعني بالمناسبة الحرية وقد التقت عشرة مواطنين من مالي يقيمون في فرنسا بشكل غير قانوني توظفهم شركة مقاولات تعمل في المشاريع المخصصة لأولمبياد 2024 المقام في باريس بعضهم مسؤول عن حمل أكياس إسمنت تزن عشرات الكيلوغرامات ويصعدون بها إلى ثلاثة عشر طابقا والبعض الآخر متخصص في بناء الخرسانة المسلحة يقوم هؤلاء العمال الأجانب الذين لا يحظون بأي ضمان اجتماعي وقانوني بالحفر ويبنون الجدران ويصنعون الأعمال هناك كل ذلك مقابل ما هو دون الحد الأدنى من الأجر وبشكل غير مصرح به ودون يوم عطلة وفق شهادة عامل يدعى موسى يقول الفرنسيون لا يريدون القيام بأعمال البناء في الموقع هناك أجانب فقط باكستانيون للكهرباء وعرب للسباكة وأفغان للبناء والبيض في المكاتب حسب ما نقلت الصحيفة عنه للمفارقة نستذكر معا هنا خبر امتناع رئيس بلدية باريس وبلديات فرنسية أخرى عن عرض مباريات كأس العالم على شاشات عملاقة وعدم تقصيص أماكن للمشجعين متذرعين بمزاعم عن حقوق الإنسان والعمال في قطر والبيئة وأمور اجتماعية أخرى ولكن ماذا عن حقوق هؤلاء هل ستمتنع بلديات فرنسا عن عرض أولمبياد باريس لعام 2024 الله أعلم شكرا شكرا